السلام عليكم جولة إخبارية مهمة لأهم أخبار ألمانيا كالعادة في البداية أصدقائي شكرا لكم وبارك الله فيكم من لا يشكر الناس لا يشكر الله لذلك شكرا لكم ولتقتكم ودعمكم وكلامكم الطيب وتعليقاتكم الجميلة المستمرة سوف نستمر بإذن الله دائما بنشر الأخبار الحصرية بكل صدق وأمانة كل موضوعية بكل شفافية لنبدأ أصدقائي بالخبر الأول تحذير بالأيام المقبلة لسائق السيارات في ألمانيا من صعوبة السياقة بسبب النزول الحاد لدرجة الحرارة وإمكانية تساقط التلج أو تجمد بعض الطرقات لذلك ينصح بالحضر بالسياقة انتبهوا أيضا جزاكم الله خيرا بالأيام المقبلة وانظروا هل العجلات ما زالت بشكل جيد أيضا لا تنسوا أن تركبوا عجلات فصل الشتاء وإذا كانت عندكم العجلات السنوية أيضا راقبوها وانظروا لجودتها وهل ما زالت صالحة لفصل الشتاء هذا كل من أجل سلامتكم وسلامة أطفالكم وسلامة الناس ننتقل أصدقائي إلى موضوع آخر تتكلم عن الصحافة الألمانية وهو قيام الرئيس الألماني فخانك فالتاشتاين مايا بزيارة إلى إسرائيل والتقى هناك بالرئيس الإسرائيلي وأيضا التقى هناك بعائلات الرهائن الإسرائيليين وأعرب رئيس ألمانيا عن دعمه الكامل لإسرائيل وتعاطفه الكامل مع أسار الرهائن وقال الرئيس الألماني فخانك فالتاشتاين مايا أنه سوف يطلب من البرلمان الألماني تخصيص مبلغ 7 مليون يورو لمدينة كيبوز بيري التي توجد بالقرب من مدينة غزة والتي قامت حماس بالدخول لها يوم السابع من شهر أكتوبر 2023 هذا المبلغ سوف يخصص لبناء مركز تقافي وأيضا نزل للمسنين وطالب رئيس ألمانيا من الشباب الألمان ومن من يعملون أوس بيلدونغ والحرفيين الألمان التوجه إلى مدينة كيبوز بيري بالمستقبل والمشاركة في إعادة بنائها تناقلت وسائل الإعلام الألمانية الخبر الذي جاء من أمريكا حصول إطلاق للنار في أمريكا على ثلاثة فلسطينيين حصل الأمر بولاية فيرمونت الأمريكية وتم إلقاء القبض على رجل عمره 48 سنة الشباب من دوي الأصل الفلسطيني الذين أطلق النار عليهم غدرا اثنين حالتهم استقرت بعض الشيء وواحد حالته خطيرة بالشفاء العاجل إن شاء الله الشرطة ألقت على الفاعل القبض وتحقق معه وهناك أيضا شكوك بأنه قام بهذا العمل الجبان بسبب أنه تأثر بالأحداث التي تحصل بالشرق الأوسط وأيضا بأنه تعرض إلى الشحن من عند الإعلام اليميني المتطرف والمتشدد الذي ينشر الكراهية بين الناس وبين الأديان مجموعة كبيرة من السياسيين الأمريكيين يحدرون من انتشار ظاهرة الكراهية ضد المسلمين في أمريكا في شهر أكتوبر من هذه السنة قام رجل عمره 71 سنة بقتل طفل فلسطيني عمره 6 سنوات وتعنه بالسكين إلى أن مات الطفل المسكين وتعن أيضا الأم وتأثرت حصل لها جروح خطيرة عندما سألوه وحققوا معه لماذا؟ قال لأن الطفل هو مسلم وبسبب كراهيته للإسلام مجموعة كبيرة من الناس يتأثرون ويشحنون من المتشددين ويشحنون من المتطرفين وهذا دور الإعلام ودور السياسيين بتوعية الناس وحماية الناس من التطرف كيفما كان التطرف لهذا الدين أو لهذا الدين لهذا العرق أو لهذا العرق في الأول والأخير كلنا إنسان وكلنا زوار على هذا الكوكب ويجب علينا أن نتعايش مع بعض ونعيش بسلام ومحبة وتسامح لكن للأسف هناك من يحاول نشر دائما الكراهية ضد الناس ننتقل إلى موضوع آخر تتكلم عنه الصحافة الألمانية ينظم مستشار ألمانيا أولف شولز اليوم بمكتب المستشارية كانسلا أمت في برلين قمة كبرى لمستقبل السيارات في ألمانيا هذه القمة سوف يحضرها سياسيون كبار رؤساء لشركات السيارات الألمانية والعالمية وأيضا جمعيات للبيئة يركز هذا الاجتماع المهم الذي يترأسه مستشار ألمانيا على مستقبل السيارات الكهربائية خصوصا الكهربائية هي من سيتم التركيز عليها فهناك رغبة كبرى في جعلها هي السيارات السائدة في الطرق الألمانية من أجل حماية البيئة وتشجيع الناس على التخلي على سيارات البنزين والديزل والتوجه إلى السيارات الكهربائية سوف يركز أيضا هذا المؤتمر على إيجاد حلول كيف يمكن صناعة سيارات كهربائية رخيصة يستطيع أيضا شراءها دوي الدخل المتوسط وإيجاد أيضا حلول من أجل الاستثمار في مجال البطاريات البطاريات التي تدوم لمدة أكبر وأيضا إمكانية إنشاء مراكز للشحن في أحياء سكانية كثيرة وأيضا كيف يمكن للحكومة الألمانية أن تدعم هذا المشروع الضخم ونحن كلنا نعلم بأن الحكومة الحالية في أزمة مالية كبيرة خصوصا أزمة الميزانية ورغبة الحكومة الألمانية بعمل ديون جديدة وأخذ قروض جديدة من أجل الاستثمار وتقوية الاقتصاد خصوصا الاقتصاد الأخضر أصدقائي وتمويل مشاريع هامة وكبرى رغم المشاكل الكبرى في ميزانية الدولة وخصوصا حاجة ألمانيا إلى أخذ قروض من أجل تمويل مشاريع كبرى قال وزير الاقتصاد من حزب الخضر هابك أن الحكومة الألمانية متمسكة بتمويل المشاريع الكبرى والضخمة الخاصة بالبيئة هناك أيضا توقع أن تقوم الحكومة الألمانية بإعلان حالة الطوارئ لسنة 2024 لتتمكن من تجميد القانون الذي يمنع على الحكومة الألمانية عملت ديون قانون شلدن بغمزة فرملت الديون ألمانيا يقول لها القانون اصري في ما تكسبينه يعني المداخيل التي تحصلين عليها يا ألمانيا من الضرائب هي المداخيل التي يجب أن تصري فيها ألمانيا تقول لا تكفي مصارفنا كبيرة مشاريعنا كبيرة مداخلنا لم تعد تكفي للمصاريف لذلك نحتاج إلى عمل ديون لذلك يحتاجون إلى حالة طوارئ كي يجمدوا القانون الذي لا يسمح لألمانيا بعمل ديون وعندما يعلنون حالة طوارئ سيقومون وسيسمح بعمل ديون وهكذا تقول ألمانيا سوف نقدر أن نمول مشاريع كبرى وتكون لدينا سيولة كبيرة هناك من يعارض هذا الأمر مثل حزب الـ CDO وشقيقه الـ CSO الذين يوجدان بالمعارضة حيث يقول الحزب حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي وشقيقه الاتحاد الاجتماعي الديمقراطي البافاري يقولون بأن عمل ديون لا يجب أن يكون لأن هذا الأمر سوف يؤثر على مرضود الحكومات وألمانيا سوف تصبح أكثر مديونية وكثرة الديون والديون هناك مختصين قالوا هذه الديون التي تعملها الحكومة الألمانية سيأتي يوم يجب أن تعيدها من يمكن أن يعيدها هو الشعب دافع الضرائب الذي سوف يضطر أن يدفعها بالمستقبل عن طريق رفع الضرائب الحكومة تقول لا نحن نحتاج نحن يجب علينا الاستثمار بالاقتصاد بالعمل خلق فرص العمل تقوية الشركات الألمانية نحتاج إلى الاستثمار وهذا كل سوف يرجع علينا بالخير بالمستقبل جاء تصريح قوي من عند رئيس وزراء حكومة باييرن زودا الذي طالب بانتخابات مبكرة سابقة لأوانها وطالب أن تكون الانتخابات البرلمانية سنة 2024 وشكك في قدرة الحكومة بالتغلب على الأزمة المالية الحالية وهو لا يظن بأن الحكومة قادرة على التغلب على هذه الأزمة وطالب بانتخابات مبكرة وبأن حزب الـ CDO وشقيقه الـ CSO من يقودون الحكومة ويعملون حكومة كبيرة يعني مع حزب اسبيد الاشتراكي من أجل إنقاذ ألمانيا ورفض بإلغاء قانون شولدن بغمزة فرملة الديون وقال هذا القانون يحمي ألمانيا من التورط وعمل ديون كثيرة إذن نلاحظ بأن حزب الـ CDO وشقيقه الـ CSO بالمعارضة يحاولون الضغط على الحكومة والضغط على الأحزاب كي لا تستمر مع بعض الأحزاب المشكلة للحكومة حزب اسبيد الاشتراكي حزب الخضر وحزب FDP الليبرالي يرغبون بالإئتلاف الحكومي فهم لا يستطيعون الآن يعني إنهاء التحالف الحكومي ولا يستطيعون الدخول إلى انتخابات مبكرة لأن استطلاعات الرأي تقول وتتنبأ لهم بهزيمة كبيرة في الانتخابات لذلك بالنسبة لحزب الخضر بالنسبة لحزب FDP الليبرالي بالنسبة لحزب اسبيد الاشتراكي مغامرة كبيرة الدخول إلى انتخابات مبكرة بالنسبة لحزب CDU فرصة كبيرة للدخول إلى الانتخابات أحزاب المعارضة فرصتها كبيرة بالفوز بالانتخابات حزب البديل الآن يوجد تقريبا 21% 22% حزب CDU يوجدون باستطلاع للرأي بـ 30% إذن لو حصلت انتخابات كبيرة الأحزاب اليمينية أو أحزاب اليمين الوسطي هي من ممكن أن تفوز بالانتخابات لذلك لا أظن بأن الحكومة الحكومة رغم أنها تنزف والمشاكل ستحاول الاستطمرار بالحكومة إلى 2025 لكن السياسة تتغير ولا نعرف ما يمكن أن يحصل خصوصا أيضا بسبب الأزمة الكبيرة التي هي أيضا أزمة اللجوء والهجرة الغير شرعية والأزمة المالية واستمرار الحرب في أوكرانيا والاقتصاد الذي ينزف والمشاكل الكبيرة في المجتمع وارتفاع البطالة وارتفاع التضخم هذه الأمور أيضا تؤثر على عمل الحكومة جريمة بشعة وقعت للأسف بمدينة دورتموند حيث قام رجل عمره 47 سنة بقتل زوجته عمرها 40 سنة بمنطقة نوردشتات في دورتموند وهم عندهم أربعة أبناء حصل خلاف أسري وقام الزوج بقتل زوجته وحاولت ابنتهم الكبرى 21 سنة منع هذه الجريمة لكن للأسف قام الزوج بقتل زوجته هرب وبعد ذلك سلم نفسه للشرطة لم يخبر بالجنسية ولا توجد تفاصيل كثيرة حول الموضوع مهما كانت الجنسية ما قام به هذا الرجل عمل بشع عمل جبان أنه قام بقتل زوجته والغضر بها وقتلها أمام الأبناء مهما كانت الخلافات الزوجية الخلافات الأسرية فهناك شيء حل له الله وموجود هو الطلاق يعني هناك الطلاق وهناك الفراق قبل القيام بمثل هذه الأمور العنيفة الأمور اللاعقلانية الأمور الجبانة هي الأمر الخاص بالقتل فكل واحد يمشي إلى حال سبيله ويحاولون بالتفاهم حل المشاكل بدل القيام بمثل هذه الجرائم البشعة كما قلت لكم لا تعرف الجنسية هل هم ألمان هل هم أجانب لكن هذا الأمر الجنسية وهذه الجرائم توجد بكل المجتمعات وكل الجنسيات لذلك 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 نتمنى دائما الحكمة عندما تكون خلافات زوجية لا يوجد اتفاق لا يوجد اتفاق لا يوجد خلاص فوراق فوراق بالتسامح فوراق بالإحترام وخلاص بدل القتل والنرفزة وعمل جرائم صراحة تؤثر فقط على الأسرة وتقضي على الأسرة يعني ما حاله الآن هذه الإبنة اللي عندها 21 سنة التي رأت أبوها يقتل أمها أمام عينها كيف ستكون أيضا حالات الثلاث إخوتها الذين رأوا أيضا الأمر بأعينهم تضمّرت الأسرة وانتهت الأسرة لا حول ولا قوة إلا بالله نتمنى السلامة للجميع شكرا لكم السلام عليكم إلى اللقاء